من جانبها تمكنت رصائل من المعارضة السورية من قتل وجرح العشرات من قوات النظام والميليشيات المساندة له قرب بلدة معرزاف بريف حماه الشمال وأظهر شريط مصور بثه ناشطون قيام عناصر من جيش العزة التابع للمعارضة باستهداف تجمع كبير لقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية قرب بلدة معرزاف بريف حماه الشمالية بصاروخ من نوع تاوى مضاد للدروع ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير منهما هذا وتواصل فصائل المعارضة تقدمها بهدف الوصول إلى مدينة حماه ومطارها العسكرية بعد أن سيطرت منذ خمسة أيام على نحو عشرين بلدة وموقعا في ريف حماه الشمالية